السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام سوف اتكلم اليوم ان شاء الله عن الاستعداد الاختبار الشفاوي الاختبار الشفاوي يبدأ الاستعداد لهذا الاختبار من المنزل من المنزل نستعد نفسانيا نستعد نكون مرتاحا نموت صباحا بكري ينسان توقع الله يدعي يوفقو يفطر واحد فطار فطار عادي يتناول شي حاجة جديدة فطار عادي ويمشي المركز الانتحان المركز الانتحان تعرف علي القبال باش نعرف راسي واش نلوسيه واش همشي في الطاوبيس همشي في الطاكسي همشي الياجلية كان بعيد همشي في الطاكسي يخصن واحد الوقت واحد الساعة ونصف قبل الاختبار باش نوصل بكريمة مشيش معطل في الطاوبيس يعني هاد الاشياء كلها الانسان يخصه يوضعها في الحزبان دياله لان الانسان يمنع وصله معطل وصله متوطر كقدر يؤطر عليه داك شي يعني منيغ نعرف مركز الانتحان ونعرفش على وقت خاصني الانسان اللي كيوصل الى مركز كيتعرف على القاعة القاعة اللي يدود فيها ثم منيغتوصل النوبة دياله لانك تكون لوائح بالاسماء هذا الاسم الاول تاني التالي ثم منيغتوصل النوبة دياله يتوجه هالقاعة من الدخول القاعة كيف ده الاختبار الشفاوي يعني من من يدخل القاعة خاصني جمع راسي كيف نقولون جمع راسي من طرق الباب السلام عليكم ندخل قلقين الجناء الجناء عبارة عن اساتي دولة اشخاص من وزارة الطربية الموظفين وطرف وزارة الطربية الوطنية ثلاثة عربعة من طرق الباب السلام عليكم يقولوك تفضل كالقاوح للكرسي مثلا مالحقشوا انجلس حتى يطلبوا مني هم الجلوس ولا انا اطلب منهم واش ممكن انجلس اياه انجلس قدر نقولهم مثلا انسانة سعيدة قدر عواشر مبروكان مهم يعني ماشي دخل كوميساري الانسان يكون متاسم يكون ناشيط باش تبقي انت تتاوح دستورة مزيانة لك غالبا للجنة او غالبا في الاختبار الشافوي كنت اعتمد لك واحد النص نص باش تقرأ سواء من العربية او فرنسية اذا بقيت نقرأ هاد النص خاصني ناخد بعيد الاعتبار بجمعة من الاشياء اولا الصوت المسموع نقرأ بوحد الصوت اللي يكون هو صوت المسموع باش تسمعنين اللجنة لان انا ان شاء الله في المستقبل تكون واحد استاد رافق احسابت 137 تلميذ لك تسمعن الصوت لجميع التلامين الصوت المسموع ومن الصرعش في القراءة الصرع ممنوعة بتاعتن نقرأ بشوية صوت المسموع احترام على ما الترقيم احترام على ما الترقيم إذا كان سؤال نبقى السؤال بالطريقة السؤال إذا كانت على ما التعجب نبين تعجب في اللفت ديالي فنقتر فاصيلة نقاف واحد شوية يعني هذا هو الهدف من القراءة غير جاو الناس اعطاوه تقرأ النص لا احنا نعرف ان نتقرأ ولكن واش تحتار من الطريقة الصحيحة بقراءة النص ام لا من بعد القراءة الصحيحة قد يطلبك بالنقل فيكال عاملات النص سواء بالعربية او بالفرنسية إذا كان بالفرنسية بعد المرات اشرح الناحل الكلمة إذا كان بالعربية بعد المرات اعتني اسئلة ديال الفاهم ولا اشرحت الكلمات على حسن إذا طاني كتاب نقرأه ما نحاوش نشد الكتاب نطوي نخلي كتاب مفتوح ونشده ونقرأه إذا توجهت الصبوع نفس الشيء نقاشر الكتاب مفتوح ما نتنيش ونقرأه ومرة مرة نعز عينيان نشوفها العسلدة كاملين ديما اللجنة نشوفها كاملة ما نشوف شو الشخص اللي يسونني لا كل واحد كان عضي حقه نعم من بعد القراءة ومن بعد الفكرة العامة ومن بعد الأسئلة بعد ما تطرح أسئلة عامة ضرورة تطرح أسئلة عامة حولها مثل الجديد في علوم التربية الجديد في التعليم المغريبي مثلا خسين نكون عارف الرؤية الاستراتيجية شفيها الرؤية الاستراتيجية نخلي لكم إن شاء الله من تقوموا بتحميل هذا الرؤية الاستراتيجية في أسفل الفيديو الرابط جالت تحميله باش تعرفه على هذا الرؤية الاستراتيجية دوري خسينكم تطالع عليها باش نعرف الجديد ومن بعد تكون أسئلة عامة خسين نكون عارف ما حام أكاديمية في المغري ما هو وزير التربية الوطنية ما هي الأكاديمية اللي فيها أسميتها ما هي نيابات اللي فيها مثلا مجلس المؤسسات ما هي مجلس المؤسسات مجلس التدفير مجلس الأقسام مجموعة من الأشياء خس الإنسان متعلم يكون عارف هذا الإنسان المتبارك خس يكون عارف والمهم من هذا الشيء كامل هو الإنسان ما يتوترش تقدر تطعك شي حاج تكتبها في الصبورة شي جملة ولا شي حاجة خسين نكتب أولا نكتبها فقلي نكتبها في الصبورة تكون مثلا فيها الحمزة نعرف أنت تكتب الحمزة على السطر على الألف تقدر تكون فيها مثلا مربوطة ترمسوطة تقدر تكون فيها أل يعني الإنسان يرد البالم مزيان عادي يكتب الحاجة في الصبورة ثانيا قدر بتعطانها مثلا في النص الإعراب وهل الكلمة عربها إلا بتنعرب هذه الكلمة نشوفاش قبل منها واش كان شي ناسخ فعلي ناسخ حرفي يكما هي نفعول مطلق مفعول بمفعول لأجلي واش هي نعت يعني ديما نربطها بالكلمات اللي قبل منها باش نعرف الإعراب تعاد الكلمة جيدا ونتمنى التوفيق نساء الله للجميع وأي جديد نساء الله دي نقلوه لكم وإلا كنشي ثؤال طرقوا عناه نتعاون نساء الله ولا يوفق الجميع نساء الله وشكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم